حديث أيضا طويل حول علاء عباس بخصوص احترافه إلى الدور السعودي ما حقيقة هذا الكلام؟ الحقيقة احنا تلقينا عرض رسمي من نادي يعني أنسى اسم الحقيقة وصاعد من الدرجة الثانية للأولى أبهى؟ لا هو في مدينة أبهى ودك؟ ودك فدك ظنك ظنك السعودي اللي صعد حديثه اي فالرجل دزونا إيميل وأقدنا اجتماء احنا اللاعب على عباس ابن النادي ومرتبط مع النادي بعقد لمدة سنتين والحقيقة احنا ما نفرط به بسهولة لكن في نفس الوقت نحاول أن نلقي فدآلية أن ما نقف بطريقة نحاول يعني احنا بصدد أن نهيئنا عرضين أحدهما أن يروح ويرجعنا وفق آليات نتفق عليها والآخر أن يبقى بالنادي والنادي نادية وقد تجي فرصة أفضل لأنه احنا ما نوقف بطريق لاعب بالحقيقة لا ربما الفرصة صعب تتكرر فخلي روح يحترف يعني لازم أكفد معايير وضوابط الاحتراف أكدوكم سقف مالي هذا النادي السعودي لا لا هم دازي لرسالة إلى موضوع سقف المالي ما يعنينا شقد الرسالة والله افتهمت أنه بحدود 500 ألف دولار زين الرقم بالنسبة للاعب مثل علاء يعني هو يقدر هو يقرر شقد يأخذ الزوراء حتى أقارن بين المبناء لا الزوراء يأخذ أقل بكثير بس احنا طبعا أكيد ما ناوين أن نغب نحق بالعام القادم مع أنه موقع سنتين للعقد شريعة المتعاقدين لكن احنا بيصدد أن نزيده ويخلي يعني عاخده بشكل جيد كأن يكون بالصف الأول من اللاعبين هذا رقم واحد رقم اثنين يعني أنا أقول كل شي بالقسمة وتأيدني أنتبهي هذا ورأيي الشخص المتواضع عدنا لاعبين بالعراق قادرين أن يحترفون بدوريات أوروبا الخليج فقط يعود عليك بالفلوس ما عاد عليك بالفلوس لكن الدور السعودي مو رقم سهل نعم نعم لكن دور كبير يعني على المستواضع أقوم أنخاض التجربة بالدور السعودي وفشل يعني نذكر الكاتن على أمهاوي كان عده بالزوراء وراح لحفر الباطن وشهرين ثلاثة ما طول ورجع يعني تعتبر الراشلة طبعا وحشة الغربة ولما أنت ما تكمل موسم ولما ما تسوق في حيث مثلا تجربة علي عدنان إلى نادي تركي ريزا سبور وبعدين يمكن إلى باشكتا ثم إلى الدور الإيطالي ثم إلى الدور الأمريكي وعندنا شي لاعبين ممكن يكون مثل علي وغيرهم جيد لكن ماكو عقدة أوروبية لعلى ماسمعنا لا ماسمعنا أكو صورة أخرى شباب